بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عادت الناس كثير من الإخوة والأخوات يعني الأقرباء والزملاء نبعث لبعض التحنئة بالعيد التحنئة برمضان الله يزيهم الخير جميع من تفضل علي وبعث هذه البث رح يكون قصير الهدف منه فقط أقولكم كل عامكم بخير تقبل الله طاعتكم أسأل الله لكم جميعا كل من يعني أستطيع أن أصل له بصوتي وأن تصله صورتي أقول له تقبل الله طاعتك وربنا سبحانه وتعالى تقبل مني ومنك وحابب أذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي بهك رسائل سريعة جدا بما يفتح الله يا أخوة يا أخوات رمضان الأصل أنه هو دورة إنقاذ إلنا ربنا صمم لنا رمضان إنجاز لي التعبير لينقذنا لنغسل أنفسنا رمضان ليس شهر الطعام يعني في ناس واحدة من الأسباب اللي خلتني المضوع زوجتي بتحكيلي في بعض الجروبات النسائية اللي هم أيام أيام عم بتناقشوا بنوعية وعدد الطبخات اللي بدا تنعمل في اليوم الأول يوم الثاني ما حد يفهمني غلط أنا ما بقول لا تطمخوا وما بقول لا تعددوا لكن فكرة تكون أولويتي في الحياة إنه أعمل خمس أنواع في اليوم الأول لأنهم جوعانين أو سبع أنواع قد يكون هذا فيه اعتداء صارخ على حق الله عننا في رمضان لذلك أنا عم بنصح نفسي يا أحبة هو شهر غسيل القلب هو شهر الرجوع إلى الله هو شهر القرآن أنا أنا اللي بتفلسف عليكم قسما بالله أني قد أكون أعظم المقصرين في حق كتاب الله باش بدرس وبحكي وبعطي لكن الشغل ما خدنا ما بين تجهيز على إعلام على استشارة على مشاكل على كذا ما عندنا حصة لقراءة القرآن حصة شخصية اللي تجعل هذا النور يدخل لقلبك تهدأ شوي تطمن ألا بذكر الله تطمئنه القلوب فهي فرصة بس أنا أنا عم بذكر نفسي ديروا بالك هذا مش بس بذكركم هذا تذكير إلي أنا لنفسي قبل ما يكون تذكير لأي حدا فيكم فالله يزيكم الخير نحاول قدر الاستطاعة وبعرف في ناس ظروفهم صعبة ناس بيشتغلوا عن بعد وناس عندهم التزامات كثيرة جدا لكن رمضان رمضان شهر غسيل القلوب رمضان شهر الاستمتاع بتلاوة القرآن حسب كل بلد يعني إحنا ربنا الحمد لله مكرمنا إنه في المقاطعة أنا فيها في كندا سمحوا لنا في الأماكن الدينية مش للمسلمين لكل الأديان إنه أي مبنى بنعمل فيه بيسموها خدمات دينية بما تشمل الصلوات والدروس 15% من الترخيص القانوني فإذا الترخيص للمبنى فلنفرض ألف مسموح لك 150 فلذلك عندنا أربع صلوات تراويح مشان نقدر نوسع مثلا 700 شخص 800 شخص الحمد لله فإذا كنت ممن يستطيع فاذهب إذا متستطيع فرصة فرصة تأم بأولادك وزوجتك وبناتك تأم فيهم فرصة تخلي ابنك يصلي فيكم بعض الصلوات وتدربه على إنه يقرأ وتمدحه فرصة الأم تخلي بناتها يأمه فيها ويقرأ وتعجب بتلاوتهم مسموح قدر الله ربنا قدر علينا هذا الوباء نتعامل مع طريقة إيجابية حصة من القرآن وذكروا نفسي قبلكم جميعا اثنين الرجاء رمضان ليس شهر التباهي بعدد الطبخات من زاوية يا أيتها الأم ارحمي نفسك ولا تستجيبي لطلبات ماما جوعان وماما مشتهي وماما مشتهي طول السنة هم مش تهيين تطبخي لهم لربك عليك حق امسكي قلبك شوي وهيك شدي عليه ولا تقولي علي ومسكين وكذا للأخير عادي عادي أطبخي طبخة طبختين طبيعي جدا بس مش تقعد تتفنني بسبع أنواع وخمس أنواع كل يوم فتكتي لا أنت صليتي ولا أنت خشعتي ولا أنت قربت من ربك كلهم عبوا بطولهم سبع أنواع وبعدين بناموا وأنت لا في العير ولا في النفير الآن أنت يا أختي بوجه الكلام لأمهات لأنه بعرف الأمهات قد ما هم حنونات وشايفة ولادها وبناتها وزوجها وجوعانين وحالتهم حالة بدها تسعدهم وبدها تكسب أجر الله يتقبل منكم لا تبالغوا وكونوا حازمين في الموضوع اتفقوا بكل ود على ما يكون فيه مبالغة بعدين رسالة للأزواج وللآباء والبنات اتقوا الله يا أزواج في زوجاتكم اتقوا الله يا شباب ويا بنات في أمهاتكم اتقوا الله لا تبعدوا بظلقوا تتطلبوا وكل شوي ومشتهي كذا وشو بدك تعملينه كذا يا جماعة انت لا تنسوا أنه الأب بيكون نايم والولاد نايمين والبنات نايمين والأم من الصبح بتبلش فلفلة رز وتزبيط لحم ومش سلق مش عارف كذا يا جماعة ما لي أجلي هذا وجده رمضان تفهمونيش غلط ما بقول ليش أنا ما بقول لا تاكلوا بعدين بقول لك طلد الشيخ الشيخ بقولنا ما ناكل لا أنا ما عم بحكي لا تاكلوا الشيخ بقولنا ما نطبخ لا أعوذ بالله اطبخوا واستمتعوا كذا أنا بقول نبتعد عن المبالغة والإصراف طبخة باليوم مور دان انف ما في داعي كل أهل البيت يتشهونوا كل واحد على طبخة والأم المسكين تلبي الأربعة والخمسة غلط وإصراف أنا شخصيا أنا أنا هذا رأيه مش شرعا رأيه الشخصي بعتبرها جريمة لما يوميا جريمة أخلاقية بعتبرها أنا الآن اللي بعملوا خمس أنواع في اليوم رمضان اللي مش لهذا بتضيع على حالها بتتعب ومن الصبح بتكذا اتقوا الله في أمهاتك يا شباب ويا بنات ورتبوا أمورك على إنه مش الأولوية في الحياة تكون هذا الموضوع هذا من زاوية ضروري كونه غالبية الناس طبعا لاحظوا مثلا دول الخليج الأردن على سبيل المثال الآن في حضر أو أنا مش عارف شو آخر قرار أخذ للأمانة كل يوم بس مع خضر إذا كان في حضر وممنوع الناس تروح للتراويح لا قدر الله إن شاء الله ما يكون كذلك أنا الآن في هذه اللحظة لا أعرف شو آخر قرار أخذت الحكومة الأردنية إذا كان لا حلوه لا قوة إلا بالله فرصة تصلوا مع أولادكم ومع عائلاتكم في البيوت وتتقاربوا من بعض وتسبحوا بعديها تدرب ابنك يقوم يعطي درس صغير وقعدوا بعد كل أربع ركاعة اقرأوا لكم كل واحد صفحة صغيرة من بعض تدربوا بناتكم إنه أنت بابا حبيبتي بكرا بدك تعطينا درس صغير الشريح حديث نبو شريف أمها تساعد يعني دخلوهم في جو إنه يمسكوا كتاب يقرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هيتحكي قصة في السيرة هو يحكي عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أربطوهم يقرأوا تصححوله عشر دقائق ربع ساعة وكملوا الصلاة مع بعض وشكلوا ميني أم أكثر من شخص أمه إذا باب التراويح مفتوح الحمد لله الله يارب يتقبل منكم ووزيكم الخير ألا إحدى النصائح الثانية اللي بنصح نفسي فيه تعرفوا بعض القنوات التلفزيونية المجرمة مجرمة عم تتحدث عن موضوع تخيلوا يعني إجرام أخلاقي مش معقول إشي بجرموا بحقنا بيستخدموا عبارات من مثل السباق ابتدأ مراثون رمضان طلعت على العبارة طلع الدعاية بوجه هيك لإحدى القنوات وبوجهي على البوف طلع وابتدأ مراثون رمضان في المسلسلات الرمضانية قلت يا الله مراثون مسلسلات مراثون وساخات مراثون تخريب أخلاق مراثون أفلام مصممة لضرب النفسية والعقيدة والأخلاق وغض البصر مراثون فاللي قاعد عم بيحلم الآن الأفلام اللي بدي يتابعها بيكون برضو كمان أجرم بحق نفسه يعني على كل حال هي أنا أذكره نفسي بالأخرين برنامج نصيحة ليست الأولوية في كثرة الطبخات يا أزواج اتقوا الله في زوجاتكم أبدلوا جهدكم إذا كنتوا مسموح عندكم تصالوا التراوي حسب البلد اللي أنتم فيها أنكم تروحوا على المساجد ما صار نصيب لا حولها قتلة بالله لم بشرة أعد تشكيل استخدم البرنامج حرك العائلة كلها قدر الاستطاعة اجعل نفسك حصة من التلاوة ما استطعت لذلك سبيلة لأنه كثير نفقد إحنا نفقد كثير كثير جدا من الخير من ابتعادنا عن القرآن الكريم في التلاوة وأنا أول هؤلاء أنا ما بزاعد على حدا أنا نفسي مقصر نصى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجزيكم بخير الجزاء ويتقبل منه ومنكم لا تنسوا دائما أن تكثروا من الدعاء والاستغفار لأموات المؤمنية صلى الله أن يرحمها وجميعا أن يغسلهم بالماء والثلج والبرد وأن ينقنا جميعا من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ودائما حاولوا بدعائك وتعمموا مثلا على سبيل المثال لم تدعي تحكي مثلا اللهم اغفر لأبي وارحمه اللهم اغفر لأمي وارحمها مثلا عمم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميعوا قريبهم ونجيبوا الدعوات لما تتصدق على سبيل المثال فرضا تصدق اللهم أن يتصدق هذه مثلا عن روحي أبي عن روحي أمي عن روحي أختي عن روحي زوجتي مثلا مش غلط تشمل أيضا اللهم إني أتصدق بهذا الصدق حتى لو دينار عن روحي كل من لم يجد أحدا يتصدق عليه من أموات المؤمنين صدق شو تك تخسر هالنصر يرى الليرا إنه في هذه النية قد ينالك أجر ثواب كل من لم يتصدق عليه من أموات المؤمنين والله أعلم ماذا ستجد يعني شهر إعادة التقرب من الله غسل قلوبنا وعقولنا من وسخ السوشال ميديا اللي كلنا واقعين فيه ما بزاعد أحد وأنا ممكن أكثر منكم كلكم الطراري للتعامل مع السوشال ميديا والطراري لمتابعة اليوتيوب والتيك توك والله بنشوف بلاوي من الأوساخ اللي بتوسخ يعني قلوبنا لا أسأل الله أن يرحمنا برحمته ويغفر لنا ويتجاوز عنا تقبل الله طاعتكم هذا فاكي تذكرة لنفسي قبل أن تكون لكم حبيت أسلم عليكم أنا من زمان 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 ما طلعت لايف معكم طبعا بدايتها كانت أني أصبت بالكورونا زي ما بتعرف ومرضت مرض شديد يعني أنا وزوجتي وبناتي وابني وتعبنا تعب شديد يعني فعندنا كان ثلوج وبرد وكذا وبعدها رحلت من مدينة لمدينة فانشغلت انشغال والآن مشغول برمضان برامج رمضان فانقطعت عنكم انقطاعا ضخما الصحيح يعني لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من الرجوع ويبارك لنا إن شاء الله وزاكم الله خيرا طيب إذا في شيء أجاوبوا على اللي قلته بشكل مباشر وإلا نسلم عليكم احنا كمان شوي بدنا نصلي يعني نصلي أنا نصلي العصر الأخ أو الأخت وسام آسف بتقول رمضان في عبارتين رمضان قصير لا يحتمل التقصير وقدومه عبور لا يقبل الفتور جميل شكرا لك يا أخت وسام الله يكرمك وبارك فيك إن شاء الله أنا على فكرة إلي تعريف خاص لرمضان تعريف الشخصي أنا رمضان بعرفه بدورة إنقاذ إلهية سنوية إجبارية دورة هي دورة مرة بالسنة شهر يتم إنقاذنا فيها من الوحل والمستنقعات اللي نقع فيها طول السنة 11 شهر وهي إلهية تصميم إلهي أمر إلهي إجبارية مش بخاطرك تدخلها غصبا عنك فرض كتب عليكم الصيام لاحظ دورة إنقاذ إلهية إجبارية السنوية نتخرج منها بشهادة عليها قد عرفت فلزم في شيء ما كنت تعرفه وعرفته قد تذوقت فلزم في ناس كتير ما كانوا بيصلوا صلوا راحوا مع الناس في أخوات كتير ما كانوا يدركوا لذة معنى الستر والعفة 24 ساعة طيبة هي طيبة أحسن مني مليون مرة بتكونك مش محجبة وتلبس الجينز وتحط العطر وبتصاحب لكن هيك بيئتها لسبب ما هذه الطيبة الخيرة وعمرها ما فكرت بالإحجاب ويمكن ضيقهم الإحجاب شافت الجو حواليها واحدة من صاحباتها الله يكرمها معلمتها قرابتها شو رايك تصلم عن التراويح ما مشكلة حطتها اليانس وراحت صلت دمعة اقتلاوة طيبة ذكرتها بالله سبحانه وتعالى ممكن تطلع وتحس الجبل اللي كانت حطيته أمامها أنا طيب شو بدأ أسوي أواعي كيف تغيرهم وشعراتي والناس تعودوا علي مش عارف هذا كله بتشوفها بتنزل قيمتها وعادي بتاخد القرار بلباس العفة الحجاب بكل سلاسة بتحس معنا القرب من الله إنه رضى الله عني ولذة وجودي بين يدي الله أعظم بكثير من لذة حكي الناس واعجاب الناس وتعليق الناس شو بدك تتحجبي بدك تصير زي ستي يحكو عني ختيارة عبارات الشيطانية لا بدك تصيري زي فاطمة رضي الله عنه بدك تصيري زي خديجة رضي الله عنه بدك تصيري زي عائشة رضي الله عنه بدك تصيري زي مريم عليها السلام زي هدو بدك تصيري مش رح تصيري زي ستي الختيارة لا 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 بدك تصيري زي عظيمات الطهر والعفاف في تاريخ البشرية ديري بالك مش بس في الإسلام مريم عليها السلام حتى الآن بكل كنائس العالم اللي بحطوا فيها مريم عليها السلام انسوا من ناحية عقدي احنا نبسموها والدة الإله أستغر الله وكذا مش هده النقطة صورتها حجبة مغطية يعني الموضوع مش فقط بالإسلام اطلعوا عند بعض اليهود الأرثودوكس اللي لم تخلني الذاكرة الحريدين موجودين في قدس نقاب أسود يعني فالموضوع اصحك تفكري أنه أنت لحالك عادة عربية عادة عربية هدوله مساكين يقولك الحجاب عادة عربية حجاب عادة عربية وراحت لليهود والمسيحية كيف مريم عليها السلام كانت عربية لما تحجبت والراهبات كلهم عرب اللي بلبسوا لأهدوك عم بحكي للعلمانيين العرب وللنسويات من العلمانيات على كل حال موضوعي موضوعي بتكون متأثرة بكل هالأفكار الخاطئة والمنحرفة والهجوم لا شو قلت قلت شهادة يتخرج منها بقد عرفت فلزم أو قد تذوقت فلزم فتدخل المسجد نفس الشيء الشاب قد يكون أصحابه كلهم من النوع اللي بتحرشوا بالبنات وطوله نهارهم فيديوهات وصخة ونكات وصخة ويمكن بيحشش وبشربوا وبسكروا وبسبوا وبكفر أي يمشي مع هالكذا يصلي له صلاة تراويح يسمع له تلاوة جميلة في لحظة يشوف أصدقاء المسجد ويقارنهم بأصدقاء اللي في الخمارة أو بأصدقاء اللي في الشارع اللي ما بيخلي بنت من شره ما بيخلي حدا من شره بيكذب بيسب بيشتم مستعد ينشل يسرق يعمل بينما أهل المسجد عالم آخر فهذا لما يشوف بيكون ربنا بعث له هدية إنقاذ إنه زي ما فيه هدول الناس فيه هدول يا عبدي أنا عرفتك في عندك هدول هدول نقي ونفسه وما سوها فألهمها فجورها وتقوها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قرار عندك ربنا بيقيم علي وعليك الحج بإنه بعرفنا بيحسسنا بيذوقنا بيحطنا بالمشهد وبيقيم الحج بعد ذلك القرار عندي أفلح من زكاها ما قال من زكيت له هو زكاها خاب من دساها عم بعطيك تعريفي إلى رمضان طبعا هذا كلام استنبطت من جزء من يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كل قانون الصيام مصمم مشان لعلكم تتقون تتقوا شو تتقى تتقي تتجنب تحذر تبتعد عن عن كل ما يغضب الله عن كل ما لا يريده الله ليش لمك تحترم إرادته هون قضية دي بالك قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم لنم تخني الذاكرة ربنا عبادتي ما بتزيد ألوهية وكفري والعياذ بالله لا تنقصوا قدر الله هي القضية الأتتتود الموقف أنا احترمت إرادته ولا تكبرت عليها هنا النقطة هي القضية مش بالسجود والركوع لا القضية مش بامتناعي عن الطعام وعدمها لا 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 هي التزامي بالأمر طاعة واحتراما أقر له بأنه صاحب الأمر أم لا فهل أنا مطيع وعابد أم أنا وقح معاند هي هاي الفكرة لا تطلع على الأشكال والشكليات هي أنت بتقول لربنا حاضر بغض النظر هو مطلوب منك ركوع ولا سجود ولا التزام ولا زواج ولا طلاق ولا طواف ولا سعي خمس مرة مش هولا النقطة كلها هاي مظاهر إثبات وسائل لإيش بتحترم ولا ما بتحترم قال لك أنا ما بديك تعمل هذا الحكي فهي القضية قضية الأتتتود والموقف والطاعة اللي هي خصة الكلمة احترام أمره ها بدليل أنه أنه أمره نفسه لما أكون أنا مش قادر عليه بقدر منه لما يمرضني لما يتعبني دغري بيسقط الأمر عني فهي أول عياذ بالله احنا ما عام نتعامل مع إله على طريقة شو اسمه الخرافات الوثنية أيام اليونان وغيرهم آه إله متجبر غاضب بيرمي البرق وبحرق الناس وقاعد هيك فوق الغيوم زي بتشوفوا بعض صورها في بعض الكنائس الأوروبية اللي متأثرة كانت بالوثنيات الأوروبية والإغريقية والرومانية بصورو بصورة شيخ كبير السن لحيته بيضاء كبيرة جالس على الغيوم وبتطلع وغاضب وزعلان وببعث برق هذا كلام كلها خرافات وثنية الله سبحانه وتعالى علمنا الله أرحم الرحيمين لو لأن الله رحيم كان أنا وأنتم من زمان من زمان انحرقنا مين فينا مش مقصر بحق الله خاصة في السر من من مننا متحدى وانا أولكم كلنا مقصرين بحق الله فالمهم لعلكم ما يشتد تقون والتقوى إنك تتجنب محارم الله اللي ربنا قال عننا آه بس أنا مش بقتنع يا سلام أنت يعني مش رح تلتزم بأمر اللي خلقك إلا تقتنع وإذا ما اقتنعت يعني إيش بدك وقف نديله مثلا يعني أفهم منك أنت البلد اللي أنت فيها بغض نظر وين أنت مقتنع لكل قوانينها اللي تلتزم فيها عدم المؤاخد عدم مؤاخد زي الأرنب زي التوتو قال لك القانون بيقول لك طبعا مش بقتنع ياسم بيقول لك الحيط الحيط ربنا السدر بدناش نتبهدل بدناش يحبسونا بدناش يدفعونا غرامة سبحان الله طبعا أنت مش بقتنع فرجيني مواطن بحسب حساب لشرطة بلده أو جيشه أو مخابراته أو أمنه مش عجبه قانون بيقول لك أنا ما بلتزم حتى أقتنع هلا بالاقتناع بتكون خايف من اللي يجي يشحطك من دقنك من شعراتك دنيا أعلم سبحان الله نقيم وزنا للشرطة وللأمن وللمخابرات وللجيش ولكذا لكننا نقيم وزنا لله أنا بحكي لمن يفكر بهذه الطريقة بيقول لك أنا مش مقتنع أو أنا مش مقتنع أنا ما بلتزم حتى أقتنع ربنا بيقولها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهن من جنبهم تقول لي ما في ولا آية تحكي في القرآن عن أن الحجاب واجب بعدها أنا مش مقتنع لما أقتنع بل بس شوف الله يهديك عكل حال إن شاء الله خلينا أشوف لما أقتنع الله يهديك عكل حال ويغفر اللي ويغفر لكم عكل حال كل عام أنتم بخير تقبل الله طاعت وربنا إن شاء الله يتقبل منكم جميعا ويغفر لنا ويجعلنا إن شاء الله بإذن الله ممن يدخلون رمضان يعني والله عننا راض ووفقنا اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله في أخ محمد بسأل هل في سوعة الإخاء نعم يا أخوة في سوعة الإخاء لكن بمفاجأة جديدة في سوعة الإخاء نعم وسأكون موجودا فيه بإذن الله وسترون الحلقة الأولى يوم غد إن أحيانا الله سبحانه وتعالى جميعا الله يزيكم الخير ويكرمكم ويبارك فيكم لا تنسونا من الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد أخي محمد بسألني لماذا لا تطلق اللحية أخي الشرع فيه واجب أو فرض وفيه الحرام ثم تحت الواجب فيه عند السنة والمندوب وتحت الحرام فيه إشي اسمه مكروه بالنصف المباح الشرع أعطانا أحكام خمسة أصل إطلاق اللحية واجب أصل تربيتها يعني بمعنى أصل وجودها إطلاقها بمعنى إطالتها سنة ومندوب فأنا مخير بذلك إذا كل شيء بدي عامله لأنه واجب ليش الشرع أعطانا أحكام الخمسة الله يزكر خيارك وما يبارك فيك إن شاء الله مراد بيسأل كيف الواحد لو بده يصلي بده يخشع أول إشي اعمل هيبة لتوقيت الصلاة ووقت الصلاة استعد نفسيا وبيولوجيا بمعنى لا تذهب للصلاة عفوا أنت حشران حاول تروح للصلاة وأنت مجدد وضوءك حاول إلبس ثياب بتريحك لا تلبس إشي ضيق مزعج لا تلبس عفوا يعني لو واحد فينا كان ريحة عرق وطالع على سبيل المثال لأنه إلو ساعات طويلة لابس أو طرع برة حاول يأخذ له شاور دوش يلبس الثيابة النظيفة مع أجمل العطور اللي بتحبها مشت شعرك البس لبس يعني هاي التهيئة الخارجية مساعدات لأنه شيء هذا عم بحكي على حد الأدنى اللي هو الشيء المادي القشور بس بتساعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا على إنه نصلي وإحنا مزحومين يعني طب بروح الحمام برتاح بتوضع واحد هاي اثنين دائما مشان مما يساعدك في الخشوع تذهب لأحدى الأماكن اللي نفسك بترتاح إلها في مكان الصلاة تصليش مص الكرادور وإنت عم تسمعهم هم بالتلفزيون هذا إذا كنت بتصلي في البيت لا تصلي في الغرفة اللي في عندها إزعاج وإلى آخر ابتعد عن الضوضاء ما استطعت نه ابتعد عن الشواغل ما استطعت خفف الإضاءة إذا كنت مش محتق بدأت حافظ إذا كنت غير حافظ للقرآن اه امسك وإقرأ القرآن من المصحف بعد الفاتحة اقرأ حتى تركز وتخشع إذا كنت ممن يحفظ ركز أكثر على الآيات التي حفظك فيها ضعيف مشان تضطر تركز هذا التركيز ومنع الانشغال والراحة النفسية والوضوء الجديد والعطر الجميل والزاوية والهادئة كلها مساعدات هاي خلينا نحكي على الشكليات الآن ندخل في المضمون الآن مما يعينك على حق الخشوع أن تتفكر في الآيات اللي بتقرأها لما تكون عم تقرأ آيات إن الذين قالوا ربنا الله وثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نفكر فيها اسأل الله تمنى أن تكون من هؤلاء الذين تتنزل عليهم الملائكة بالآية اللي بعدها مثلا إن الله لا يحب الظالمين اللهم لا تجعلنا منهم بالآية اللي بعدها قرأت آية جنة على سبيل المثال على الأرائك موضوع السندس الاستبرق الأرائك وصف للجنة اسأل الله أن تكون من أهلها واسأل الله لأبيك ولأمك ولأختك ولأخيك ولابنك وابنتك ولزوجتك ولزوجك تفاعل مع النص القرآني فهما تفكرا دعاء استغفارا هذا ودائما استجلب المبشرات لنفسك ذكر نفسك بفضل نعمة الله عليك مثل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا هذا كل واحد فينا من يسمع يسمع نفسه ضالا أنا كن ضالا وربنا هداني وأنت كن ضالا ربنا هداك ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى عائل محتاج يعتمد على غيره محتاج فأغناك عن الناس كم مننا قبل سنوات كنا في وضع صعب الآن عندنا سيارات وعننا بيوت وعننا شغل وعننا وعنه وعننا كم من اللي بسمعوني قبل كم من سنة كان منيته في الحياة يجد بنت الحلال أو يجيها العريس فإجاهها أحسن الناس ووجد أفضل الزوجات كم مننا قبل خمس سنوات سبع سنوات كان منيته في الحياة بس يقدر يوفر حق تاكسي الآن عنده سيارة كم مننا ما كان عنده أولاد الآن عنده ولدين ثلاثة المكان المظوري جدا جدا خليكم معي شكرا جدا السلام عليكم على قولة ابني وهو صغير هذا مكالمة مفاجقة وضروري جدا على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في المطلوب مني لا تنسوا من دعائكم كل عام وأنتم بألفي ألفي ألفي خير السلام عليكم شكرا جدا شكرا جدا